في حرب يسمع صوتها يقف الغرب على قلب موقف واحد في مواجهة التهديدات الروسية التي تعز باجتياح أوكرانيا التي طالبت العالم في بلاغ رسمي بضرورة العمل على وقف الابتزازات الروسية العسكرية عند حدودها الموقف الغربي الذي تتقدمه الولايات المتحدة وبريطانيا يعتمد بصورته الأولية على سلاح العقوبات ولا يتوقف المصطفون فيه عن ترطيد مصطلح العقوبات في مواجهة دبابات وطائرات وحشود الدب الروسي العسكرية بيد أن العقوبات التي جربتها روسيا من قبل عقب احتلالها شبه جزيرة القرم تختلف عن تلك التي يلوح بها المجتمع الغربي حاليا بحسب رئيس الوزراء البريطاني بورش جونسون الذي وعد موسكو بتكاليف باهظة ستدفعها إذا أقدمت على غزو كييف لدينا حزمة عقوبات قاسية وجاهزة للتنفيذ أعتقد أنه سيكون من الإنصف القول إننا نريد أن نرى أصدقائنا الأوروبيين مستعدين للمشاركة في تنفيذ حزمة العقوبات هذا حال حدث أي تواغل روسي في الأراضي الأوكرانية لكن واقع الحال بالنسبة لروسيا يختلف عن تهديدات ومقال جونسون وحلفه المساند لأوكرانيا فموسكو تمسك حرفيا بمفتاح تدفئة أوروبا والغرب عبر إمدادات الطاقة الروسية إلى القارة العجوز غير أن الولايات المتحدة وفي سبيل منع موسكو من استخدام ذلك السلاح تعهدت هي وشركاؤها الأوروبيون بالبحث عن بدائل أخرى لتعويض إمدادات الطاقة الروسية حال اتخذتها موسكو سلاحا في مواجهة الدول الغربية كما أن مسؤول البيت الأبيض لم يغفلوا عن تحذير موسكو مما غبت استخدام واردات الغاز كسلاح في النزاع القائم بشأن أوكرانيا وإن حدث ذلك بحسب المسؤولين الأمريكيين فلن يمر الأمرضون عواقب من قبل واشنطن وحلفائها وعن تفاصيل تلك العواقب كشف مسؤول البيت الأبيض أنها ستشمل قيودا غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية كتقنية الذكاء الصناعي والحوسبة الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران وفي تلك العقوبات بحسب مسؤول البيت الأبيض ما يكفي لضربط محاطر رئيس روسي فلاديمير بوتين الاستراتيجية الرامية لتحويل الاقتصاد الروسي نحو التصنيع وهو الأمر الذي يتطلب استرادة هذه التكنولوجيا التي لا تنتجها إلا الولايات المتحدة وحلفاؤها أيمن جاد تي أرتي عربي